بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي الطلاب طلاب المرحلة العددية الصف الاولي الاعدادي احييكم معكم مسر احمد محمد النبي من منصة المسر وبشر من منصة وزارة التربية والتعليم. نارضة عن نكمل مع بعض الدرس التاني اللي هو امليكيشن عن مرحلة. الحوالي الاولي حيكم على الدرس التالي الانتقام على أتمنى استقRIتيات الكريم ويحفظون ما واملن المتينج الانتقام على أكثر الامر اخر البشر مثالي او الاو الا او الاول الممكن معاهرة الاولي المتينج الانتقام على او الاول ناسم. لاحظات التواصل مع او الاول ونهاب شخص بالفعل قرام للناس انتقام على المفادي مهم ك自 وعا مثالا أول شيئا، سامح سكتشت a picture of the Icon Tower with its length 38.5 cm. Given that the ratio of the tower's length in the picture to its real length, 1 to 1000, what would you estimate as the height of the tower? طبعا هنا هو رسم Icon Tower. طبعا عنده درو بتاعه. 38.5 cm. هنا الدروينج سكيل لو استخدمه. 1, 2, 1000. يعني معنى كده إيه؟ إن كل 1 cm. في الدرو حيقبلوا 1,000 cm. إلى 1000 cm. إيه؟ إن كل 1,000. مما إذا كده النس أو الهائد أو الهائد. عارضية تالك. أو الهائد. بوينث، إيه؟ بوينث. 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 دسم البوينت ثري بليسيز حيكون الناتج آآ سري ايت فايف زيرو زيرو سري ايت فايف زيرو زيرو بس ده بالصنتيميتر آآ هنعمل ديفايد هندرد يوبا الايكون تار الصحاية يسري هندرد ايتي فايف بالدرونج سكيل نرسم اي رسمة بآآ ريشيو معينة الوش دي بتمثل علاقه بين الدروه والريل هنا آآ السؤال برضو think and discuss نركز بها في السؤال ده كويس بيقولي مجدي عند آآ آآ عمل ايتش دروه ريكتانجل طبعا الرسمة الاول ناية دي رسمة عمل عمل درون ورسمة تناديات آآ مجدي درونج مجدي عند عمل ايتش آآ دروه ريكتانجل ربريزنت ربريزنت تهو تبول في المجد في الانسف آآ مجدي اندرون والرييل هنا الويتس واللنس uh تو وفور يعني بعناها لانسوا ضبل الويتس اول ويتسواه اللينس. وعندنا هنا طبعا الرشو بتوين التو والفايف. ما نفعش انا ملسم بالفايف حتوبة التو فايف. عندنا هنا في الريل. اللينس توينتي ميتر. والويتس. تن ميترز. يبقى مين فيهم رسمته صح? امل ولا? اه مجدي. طبعا هنا انا محتاج يكون الدرو. الرشو بتوين اللينس هو نفسه. الرشو بتوين لينس عند ويتس. لان لو الرشو بينهم مختلفة يبقى كده الرسمة غلط. شوف كده حد بالطلبة جاوب مين رسمته صح? يعني السؤال ده امبارح اه حالناه. كان الرسمته صح هو اه امل. زاد رو اف امل از دراعيت. اعمل ها الراعيت. بيكوز. الفور دابل. تو. يعني هنا اللينس دابل الويتس. هنا دي طبعا رونج. بيكوز فايف از نوت دابل تو. يعني الفايف هنا مفعش تكون دابل التو طبعا. بيكوز الرشو هنا. رونج. او رشو بتوين اللينس والويتس. رونج. دي معاناها ايه ان احنا لما بنرسم رسمة. اه لازم. يكون الرشو بتوين الديميشنز زا سيم. يعني. يعني عندي هنا مع لعب كرة. اللينس دابل الويتس. في الريل. يبقى لازم ان اللينس يكون دابل الويتس. في الدرو. او بنفرض ان واحد ما رسمهاش بنفس الرشو. وبالرأس ما غلط. هنا بعد كده تعريفة الدرونج سكيل اللي هو الديفينيشن. او درونج سكيل. والدرونج سكيل ايكوال لانس ان درو. تو لانس ان ريل. يعني رشو بتوين الدرو والري. في بعض التحولات من الضروري جدا انه يكون عارفانها. الان ميتر ايكوال تن دي سيميتر. و هندرد سنتيميتر و وان ساوزن ميليميتر. والوان كيلو ميتر ايكوال ساوزن ميتر و هندرد ساوزن سنتيميتر. في عندنا معلومتين مهمين جدا. في عندنا نعمل الدرو. ممكن انا في المسل السؤال بتاع الايكون تاور. الايكون تاور تعالى مبدأ في افريقيا معروف يعني. هنا لما بنجي نرسمه بنعمله تصغير اللي هو. يعني الرسمة او الدرو اكيد بتكون اصغر من الريل. الدرو ليس زين ريل. ففي الحال دي بيكون الدرونج سكيل اه ريشيو ليس زين وان. طبعا لو الدرونج سكيل ليس زين وان ذن ات اس كولد مينيمايزايشن. او ساعات ممكن نسميها ريداكشن. كلمة ريداكشن معنى برضو تصغير. طيب في بعض الاحيان بيبعني مثلا سمول انسكت يعني حشرة صغيرة او كائن صغير. وعايز ايه ندرسه في البيولوجي اه او عندي سيلز للخلايا الصغيرة. برضو بيكون عايز ندرسها في البيولوجي. فعشان نشوفها كويس بنعمل لها. انلارجمند بنعمل لها انلارجمند. اه ايه في الحالة دي بيكون الدرو جريتر زين ريل. اللي يعني الرسمة بتكون اكبر من الحقيقة. فبيكون الرشيو بتوين الدرو جريتر زين وان. ايف اه اه درونج سكيل جريتر زين وان. زين تيس كول زين تيس كولد ماجنيفكيشن. او اللي هي تكبير. ما عندي درونج سكيل ممكن يكون جريتر زين وان. يبقى ماجنيفكيشن او سمولر زين وان يبقى مينيمايزايشن. واحنا قولنا انبراح كازا فكرة بس نارضع نكمل الافكار. عندنا ما خلناش انبراح مسألة على المينيمايزايشن. نهارده او السؤال على المينيمايزايشن اول بيقولي سامرتوك اه. ماجنيفاية بكتشر او اه. اه تري انسكت او دا انسكت اس لنس. اندرو 12 سنتيمتر. اندرو 3 مليمتر. اندرو 3 مليمتر. طبعا احنا عارفين الرول بتاعه او الديفانيشن بتاعه. الريشة بتوين درو توريل. اه الدرو عندنا احنا 12 سنتيمتر. دا جيبن طبعا مكتوبة. والريل 3 مليمتر. عندنا بقى لازم ان نعمل حاجة مهمة او لازم ان نخلوهم ذا السميونت. يبا خليم ذا السميونت. هنعمل للسنتيمتر 10 مليمتر. سنتيمتر 10 مليمتر يبا ديها تكون 120 مليمتر. ودي 3 مليمتر. يبا كذا باو السم. يونت كذا باو سمي يونت لازم ان يكونوا سميونت. با انسملify divided by 3. 120 divided 3 equal 40. طبعا هنا من غير هو ما يقول لازم ان نعمل آآ لازم ان نعمل ايه برضو الطلبة اللي حاضرين معها تجاوب برضو اتحاول تجاوه تبعث الاجابات عندنا سؤال ثاني بقول لي آآ طبعا عند السلف افاليواشن بفرود الطلبة تحلو بولي آآ model of a piece of land was designed as a rectangle of dimensions 60 centimeter centimeter and five centimeter where every one centimeter in model represent five meters in real what is the perimeter of land for building surrounding events يعني عزين نبني سور حول انقطعة الارضية بس عزين نعرف الperimeter بتاع ال land what is the perimeter of piece of land of each one centimeter that's so el sual baby each one centimeter or every one centimeter in model represent five meter in real بحنا كتب برضو دروه to real هنا one centimeter represent five meter in real عندنا هنا لنس الدروه بتاعه six centimeter ما زين الريل بتاعه الويتز 5 سنتيمتر عزين الريل بتاعه لو انا جبت الانس ان ريل والويتز ان ريل الperimeter of rectangle equal length plus width multiply two او double length plus double width اينا عندي احنا كن نغضي نفسا ربع ان نغضيين تعريبا اربع اربع استراتيجيات لإيجاد الperimeter of rectangle ثلاثة او اربع ونكون عارف واحدة من نوم السم of sides لنسي بلس ويتز ملتبلاي two two multiply lens و two multiply widths عندنا ثلاثة تور اهمت يالله بسرع نجيب اللنس ان ريل او ريل لنس يبا 6 ملتبلاي 5 over one equal 30 متر والريل ويتز five multiply five over one طبعا كل المسائل من حلها بتارية واحدة اللي هي طريقة آآ اكروس ملتبليكيشن اللي احنا قلنا اصلا في الدرس اللي فات ده الطريقة اللي حتخلينا نعرف نحل اي سو ال twenty five سنتيمتر twenty five متر اصف البرميثير lähنس بلس ويتز اللنس علينة صبا ال thirty الفاتز الريل ويتز 25 ملتبلاي two مشوفكا حد ما الطلبه جاوبها جارم جاوبا اليوم لنسي بسرتي والريل ويتز ب25 البرميثير لسه باللس ويتز ملتبلاي 25 ملتبلاي two equal one hundred ten متر one hundred and fifty five multiply two السؤال اللي بعدين واللي if the wrong scale of map is one two four million and the real distance between two cities is the three hundred fifty كيلومتر find the distance between the two cities on the map طبعا ناس في الثلاث مسائل اللي انا خدناهم اللي فاتوا احنا قلنا مبارح في درونج سكيل بيسأل سؤال من التلاتة ايما نسأل على درونج سكيل او لنس ان ريل او لنس ان درو وكده احنا جمعنا التلات فكر بورا بعضهم كده جمعنا الفكر بتاعة الدرس كلها في تلات اسئلة هنكتب هنا درو اه تو ريل وان وفور مليون وريال لنس سري هندرد ففتي كيلومتر حتى نجيبه الدرو لنس او لنس ان درو فمعنا هنعمل كروس ملتوكيشن هنبس سري هندرد ففتي كيلومتر هنطب ليون اوور فور مليون طبعا اللنس في الدرو غالبا بيكون بالسانتيمتر فهنحول للسانتيمتر احنا قلنا الكوان كيلومتر هندرد ساوزن هندرد ساوزن سانتيمتر هندرد ساوزن سانتيمتر فعن كنزل هنا فايف زيروس ها فايف زيروس هيتبقى هنا اه سري هندرد ففتي ديفايد فورتي بالانسر او اللي جابه ايت بوينت ساوزن تيفايف اه سانتيمتر فكلا احنا جمعنا التلات افكار بتوع الدرس في اه تلات مسائل ازاي نجيب الدرون وازاي نجيب اللنس ان درو وازاي نجيب اللنس ان ريل اه وخدنا سؤال على المجنيفكيشن لان احنا مخدنا شبرا على المجنيفكيشن او الحصة اللي فاتت فكده جمعنا كل فكر الدرس بعد كيه جزء التاني ماشرة والمجنيفكيشن الوصحة اللي فاتت علي ملنيفكيشن منقه اي حاغة معني ولان لوهد اكوردن جود عاندية واحدة ومنقه على هذا أه الاساس عندي في سوال كلاسيك ياري منعاروف عالقي زايوا كتير في انتحان اله الوك الوكلي تس او المصلي تس the ratio between two numbers two to five and the smaller is forty-eight find the greater number طبعا السؤال ده ممكن يسؤال اختلال خطواته بسيطة عندي هنا two numbers the ratio between them two to five the first number the second number two to five given هنا عندي forty-eight أهم شيء هو ال forty-eight ده هتحط تحت مين أو مع مين the smaller is forty-eight طبعا السمولر هو الفرست أنا عرف مين النهو الفرست because the first has two parts and the second has five parts كيد الفرست هو الفرست هو الفرست و second is greater فعزل الرئيطر يعني عزل السكن يبان أولو الرئيطر number equal forty-eight multiply five over two forty-eight divided two twenty-four twenty-four multiply five equals hundred twenty سؤالي بعد يبولي if a man wants to distribute three thousand six hundred between two people in the ratio of three to two what would be the share of each one في رواجل عايز يوزع مبلغ لو سري ساوزن سيكس هندرد لأي between two people in the ratio of three to two what would the share of each one طبعا عندي هنا طبعا الشخصين لو هيوزع لهم هو مش كاتب أسميهم فعنقول الفرست وساكند ريشيو سري تو تو اه سام اوف بارت اوف ريشيو ايكوال فايف طبعا هنا ال amount of money لو المبلغ كله هيتوزع لتنين يبقى الصم بتاع لتنين هيكون سري ساوزن سيكس هندرد في عندي طريقتين طريقة البارت وطريقة الكروس البارت هنا معناها ايه انهنا منجيب value of one part اللي هو سري ساوزن سيكس هندرد divided by five the value of one part uh 3600 divided by five equals 720 by the initial of first my first has three parts number three multiply 720 amount equal 2160 LE for share of second by two multiply 720 equal 1440 اللي في طريقة طبعا تانية ودي اكيد علينا برضو اللي هي طريقة الكروس ملتبليكيشن عندي حكتين مجهولين اللي هما share of first و share of second الفيرس هنا لو انا عمل تاب الكروس هيوبة اه سري ساوزن سيكس هندرد multiply three over five و share of second هتوبى 3600 multiply two over five ونكمل نجيب الشير بتاع الفيرس والسكن طبعا اكيد هيطلع نفس الايه اه نفس الريزلت او نفس الايه الناتج بالضبط ايه طبعا اختلاف الطريقة لكن الناتج اكيد بيطلع هو هو يعني share of first هيكون two thousand one hundred و share of second one thousand four hundred forty اللي ايه ده share بتاع each one of them يبقى عندي هنا طريقتين طبعا انا مش لازم في الامتحانة وفي العسالة نحل بالطريقتين بس بنشرح عشان يكون الطلب كده عارفين الترق المختلفة للحل و يبقى اتدربهم على كل الطرق التفكير طبعا الطلب لو سؤال جاله زيك كده بيحل الطريقة واحدة بس كفايا يمان بتارية الكروس او بتارية ال value of one part سؤال التاني بيقول لي عمر ايرنست twice as خالد if the some you know some of their wages is six thousand six hundred اللي what is the wage of each of them هنبو لي عمر ايرنست twice خالد طبعا هنا في مذكور اسامي اشخاص فهنكتبهم twice خالد يعني عمر قد خالد مرتين يبقى two to one عمر ايرنست twice as خالد يبقى ضعفه او قد مرتين يبقى two to one some of their wages is three thirty six thousand يبقى السم بتاع ال parts الاول two plus one equals three the sum of parts of ratio the sum of the sum of parts of ratio uh three انا السم equals thirty six thousand فعنكتبها تحت السم و انا ايضا تذى wage of four each of them يبقى wage of عمر هنعمل هنا بتاعي تقرص يبقى thirty six thousand multiply two over three و wage of خالد بس thirty six thousand multiply one over three هنحسب خالد الاول thirty six thousand divided three equal twelve thousand اللي ايه واخرد الدبل بتاعه twenty four thousand اللي ايه شوستو اللي بعده ولي اه alloys هنحسب خالد ايه هنحسب خالد ايه هنحسب خالد ايه ميتلز كوبر تين and zinc in the ratio one over five one uh over eighteen one over forty five given that the mass of one middle is uh four hundred twenty five grams calculate the mass of each of three ميتل في عندي هنا زي السابيكة معدنية كذا مصنوعة من ثلاث معدن اللي هم الترتيب طبعا كوبر واثين وزنك وزنك the ratio between them equal one over five two one over eighteen two one over forty five طبعا اللي حسنا اله ratio not in simplest form the number three fractions one over five one over eighteen one over forty five عزنا لسيبلي اله 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 اللي هم five واثين وforti five نشوف اكبر وعد فيهم 45 divisible by five ممكن divisible by 18 لأ هنشوف في المالتب اللي بتاع 45 اللي هو 90 multiply 20 multiply 2 90 90 divisible by 5 divisible by 18 or divisible by 45 من المالتب 90 1 over 5 multiply 90 equals 18 1 1 1 1 1 1 over 45 multiply 90 equals 2 1 1 2 2 2 2 2 ده هنا رشو بتوين الكبر والتين والزنك هنكتب برضو كلمة sum ديها الماس بتاع الميدل كلها sum بتاع the two will five will 18 25 18 plus two 20 25 وده الماس بتاع الميدل كلها four hundred twenty five عزي الماس of each metal أنا عندي كامنا متل سري نجيب بالماس of كبر ماس of 10 وماس of zinc نستخدم برضو cross multiplication بس مع بعض السمبس فور أولا هتكون four hundred twenty five multiply 18 over twenty five 18 هتكون four hundred twenty five multiply five over twenty five هرحاز zinc هتنزل تحت شوى zinc ما علش four hundred twenty five multiply two over twenty five نكون هنا جابنا ال one part أسهل four hundred twenty five divided twenty five ستكون seventeen أول واحدة seventeen multiply اتين هتكون three hundred six غرامز تاني واحدة هتكون eighty five غرامز وآخر واحدة هتكون thirty four غرامز طبعا هنا الصعوبة في السؤال ده هي آآ نحنا نعمل simplest form بس الصعوبة فيها نحنا نعمل إيه؟ simplest form للرشيو اللي هي نعمل ملتبلا 90 هتطلع بقى سهل بعد سؤال تاني برضو عالصانس هنه حلين السؤالين كده عالصانس ثاني ، هاته الصعوبة الدولن السؤال الحيض ي実pas إلى الرج b وهنا الأكسجين هيكون 1 200 000 1 200 000 ملتبلاي 1 over 3. يكون دي 4 الأولى هتكون 8 8 8 800 000 وأنا 400 000 عندنا سؤال الـ self-evaluation بولي 3 peoples invested in a project with total capital of 500 000 LE the ratio of their investment contribution was 2 to 5 to 3 calculate how much capital each one contributed يعني هنا فيه ثلاثة أشخاص الشاركة في مشروع كل واحد دفع مملغ لازل نعرف كل واحد دفع كم بنفس الـ ratio اللي هي 2 to 5 to 3 وعن المفروض السؤال ده self-evaluation يعني الطالب يحلل وحده هنقول أول خطوة بعد كأن نكمل وحدنا first to second to third two to five to three بعد كده كده السم بتاع الراتيو two plus five plus three ten وأنا السم of parts equal five hundred thousand ونجيب الـ capital of first والكابتال of second وكابتال of third هنعز أجيب الرأس المال بتاع كل شخص فهنعمل cross multiplication أو نجيب الـ value of one part ونكمل السؤال فرضو الطلبة لو هاي الطلب حيحلو ويعمل سكرين ويحلو الوحده والسؤال حلو سهل أولا بعد كاي في عندي application على discount بيقولي the discount equal original price multiplied discount percentage والpress after discount equal original price minus the discount في عندنا سؤال بيقولي ماريام wants to pay a uh uh webcam for six thousand eight hundred le if the discount rate is twelve percent find what is the uh ماريام will pay to buy the uh uh webcam عندنا هنحسب الأولى discount هنحسب الأولى discount اللي هي المبلغ اللي حتخصم الله كام ماريام هتوبة twelve percent multiply six thousand eight hundred equal eight hundred uh sixteen le الخاص من اللي هتحصل عليه ماريام أنا آآ هنكتب after discount أو المبلغ اللي هي هتدفعه هيكون six thousand eight hundred minus eight hundred sixteen هيكون five thousand nine hundred eighty four اللي هي بحنا هكذا حسبنا آآ الخاص من اللي هتخصم لماريام كام وبعد كده جبنا ال price after discount هيكون ال original price minus the discount أنا سؤال التاني بيقول لستور uh over uh twenty percent discount rate on all uh items what is the uh price uh what is the selling price of share tools price before discount is four hundred twenty فهنا برضو هنحسب ده السؤال ده self evaluation هنعمل زي اللي فاتت بالظبط هنجيب الأول discount على التي شيرت أو على الشيرت twenty percent out of its original price وبعد كده نجيب ال original price minus uh discount سؤال تاني على الانكريسING في عندنا في الانكريسING في profit و فيتعش المال البرفت الله الربح والتاكس الله الدروبة now the value of increasing من جب مالا ازايبو ظاو ال�الرز مرتب الارزز مرتب الارزز مرتب الارزز البرزز عفو داريز عقد الارزز مرتب الارزز مرتب الارزز is the value of increasing والني لقلاق فشين الوافر حسنا لنرى مرتب الارزز وعجز الارزز جب الارزز اه سيكس ساوزن سيكس هوندرد سبنتي سيكس اللي كالكوليت بيرسانتج او على بروفيت طبعا هنا عايزين نحسب بروفيت فالبروفيت هنحسبه بالسهولة جدا هي اشترت الموبايل بمبلغ وبعته بمبلغ تاني عايزين منه طبعا في زيادة في الساعة فهنعملهم ماينوس عديني المبلغ اللي هي اه على كسبته سيفن ساوزن سبه هوندرد سبنتي سيكس ماينوس سيكس ساوزن سبه هوندرد ففتي يبا يكده كسبت وان ساوزن تونتي سيكس اللي البرسانتج او بروفيت نحسب على الورجنال برايز هيكون وان ساوزن تونتي سيكس اوبر سيكس ساوزن سبه هوندرد ففتي عشان نحوال البرسانتج نامل نها ملتبلاي هوندرد برسانت ونحسب الناتج هيكون ففتين بويند تو برسانت ففتين بويند تو برسانت ففتين بويند تو برسانت في عندنا بعد كده اه ويكلي تيست ربعا هنا الويكلي تيست اللي هنا بناخدها يا جماعة ديات عشان نكونوا عارفين يعني ديات بتكون امتحانات تجريبية لشان نتدرب شكل امتحان انا عندي هنا في الاسبوع ده المفروض انا دريست ايه دريست الابليكيشن اون اه بروبورشنال التلات حيات اللي انا دريستهم اللي هم بالترتيب كادرونج سكيل وال الابروبورشنال ديفيشن والدسكاونت والتاكس والبروفيت والحيات اللي فيها يعني ايما الانكريزن او ديكريزن فانا عندي دي الحيات اللي هو حيس اني فيها اول سوال بيولي شوزا كركتا انصر اف ان ايتم price was reduced from 1500 to 1200 اللي ايه what is the deduction rate يعني في حاجة كان سعرها 1500 قلت او رخصت بيت 1200 يبقى ما هو الريد بتاع التخفيض اللي هو نسبة التخفيض كم فانا الاول هنجيب الدسكاونت نفسه هيكون 300 سهلا ايه 1500-1200 equal 300 وبعدين عايزين بقى الريد بتاعته الريد يعني ايه يعني نسبته فحنا دايما بنحسن بالنسبة على المبلغ الاصلي او الارجنال يبقى الريد حنعمل ديفادد 1500 حنقنسل الثو زيروز وديفادد 31 وديفادد 35 ونحوال البرسنتج ملتبولي 100 بيرسنت يبقى 20 بيرسنت فكده نسبة التخفيض 20 ايه بيرسنت سؤال تاني بولي يسمح لي وسمه من خلال ان ت US ونأصدق بيرسنتج مرسم من خلال ان فلا سور ايه بعمل مرحم انه ايقص س انا عايز نصيب واحد منهم بس احنا مش عارفين هو نصيب واحد فيهم احبه كم او كم انا هنقولي هنا سيفن تو تو والسام بتاعها ناين سيفن تو تو والسام ناين طبعا السام هنا قدينا الارض كلها هنجيبي الشير او فرست هيكون سيرتي سيكس ملتبلاي سيفن او 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 ا between two points on the map two centimeter then the real distance between the two points is the unit with a table meter فعند هنا الرung scale ratio between draw and reel draw to reel and draw two centimeter عزين الريل يبا نعمل cross multiplication to multiply one thousand over one يبا uh two thousand centimeter لأنه يونت هنا سنتيمتر نعمل ديفا ده هندرد عشان هو عيس بالمتر يبا توينتي ميتر لسؤال بردو على الرung scale السؤال بعد هي على ال proportional division if we divided 54 bound by the ratio four to five between two persons then the share of first هنا رشو between first and second four to five يبا بصم بتاعة two ratios nine و total money او total amount of money 54 عايزين الشرق فرست بس نعمل cross multiplication يبا 54 multiply four over nine 24 لو انا بصنا في الوكلي تيست عن لإيه هي revision على التلات ا اربع حاجات اللي انا خدناه في الدرس يعني انا اعرف كل حاجة لوحدها هنلاقي الوكلي تيست او الماصلي تيست ساهل قوي اه بكده نكون وصلنا لنهاية حس النهاردة اه طبعا اه عندنا هنا الكيو ار ممكن نستخدمه عشان نوصل اه لكل اه منصات الخاصة بمنصة البس المباشر زي الجدول او الحصص او اه يوتيوب اه بتاع المنصة اه فنستخدم الكيو ار وفي نهاية الحصة بشكر طلابي واتمنى لهم التوفيق والتفاوخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه لهم 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 ا